معاناة إنسانية مستمرة يعيشها النازحون السوريون في مناطق الحرب تركوا منازلهم وقراهم هربا من جحيم القصف وباتوا محاصرين على الطرقات في مواجهة مصير مجهول آلاف العائلات أصبحت في مهب الريح يبحثون عن مأوى لهم بلا جدوى طائرات النظام وروسيا تلاحقهم في السماء وسقيع على الأرض مخيمات النازحين مقتضة والمنازل المتوفرة للإيواء نادرة جدا والمدنيون ليس لهم خيار سوى المبيت في العراء وتحت الأشجار موجة النزوح هذه الغير مسبوقة وضعت المنظمات الإنسانية في وضع حرج وأصبح الكثيرون عالقين بين المعارك والحدود التركية المغلقة وبحسب آخر الإحصائيات نزح نحو مليون سوري حتى الآن من بينهم واحد وثمانين بالمئة من النساء والأطفال وبالرغم من ذلك لا زالت طائرات النظام تواصل قصفها للمستشفيات ومخيمات النازحين ودعت المنظمات الأممية المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لانتهاكات النظام وحلفائه ودعم المدنيين النازحين ووقف الهجمات على المخيمات والمنشآت الإنسانية